نحو مزيد من التصعيد تمضي الأمور في السودان بين تحالف قوى الحرية والتغيير الممثل للحراك الشعبي وبين المجلس العسكري الانتقالي فالتحالف الحرية والتغيير يؤكد على تمسكه بتحقيق مطالب الشعب السوداني عبر تسليم السلطة في البلاد لحكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية تمهيداً لعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة بينما يرى المجلس العسكري في المقابل أن السوداني واجه مخاطر أمنية تستدعي بقاء المؤسسة العسكرية على قمة هرم السلطة في البلاد في المرحلة الانتقالية على الأقل وبين هؤلاء وهؤلاء تتعثر جولات التفاوض بشأن تكوين مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية إذ يصر العسكر على الاستحواذ على أغلبية المجلس ورئاسته في حين تطالب قوى الحرية والتغيير بمجلس سيادي يتكون من أغلبية مدنية على أن تكون رئاسته دورية بين العسكر والمدنيين أمام ذلك التعثر هدد المجلس العسكري بالذهاب إلى انتخابات مبكرة حسما لهذا الجدل وهو الأمر الذي اشترط رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي لتحقيقه إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة كافة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض هذه الانتخابات وفي سياق الرد على التهديد العسكري أعلنت القوى المدنية تصعيد فعالياتها السلمية بدعوة الشعب السوداني إلى إضراب عام مؤكدة أنه لم يعود هناك مناصم من استخدام ذلك السلاح السلمي لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأه الثور ووفق محللين فإن السودان ربما يواجه ثورة مضادة تسعى للانقلاب على الإرادة الشعبية من أجل إحكام سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور في البلاد الأمر الذي يفرض مزيدا من التحديات على القوى المدنية الساعية لرسم صورة جديدة للمستقبل في السودان اشتركوا في القناة